موسيقى هيئة الارصاد تحذر من ظاهرة مناخية متطرفة تمر بالنمسا البنك الوطني يخفض توقعات النمو الى ركود في الناتج المحلي الاجمالي النمسا تدخل اطول فترة ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية البرلمان يوافق على زيادة المعاشات والمساعدات الاجتماعية بنسبة 4.6% حزب الشعب اعتزم تجديد شروط الجنسية النمساوية بعد الانتخابات وانيهاما وبابلر يتبادلن الانتقادات الحادة في اول لقاء تلفزيوني واخيرا حزب الخضرانيوز يتناغمان في مناظرة انتخابية مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشرة اصدرت هيئة الارصاد الجوية في فيينا تحذيرا جادا من احوال جوية قاسية في النمسا تشمل امطار غزيرة عواصف وتساقط الثلوج حيث تصل سرعة الرياح الى 110 كيلو متر بالساعة مرتكزة على ولاية النمسا السفلة واحذرت الهيئة من خطر الفيضانات المتوقعة مؤكدة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة كتأمين الممتلكات ونقلها الى اماكن امينة مشيرا الى ان الامطار قد تصل الى 400 لتر لكل متر مربع ومن المتوقع ان تبلغ زروتها يوم السفت كما دعت الموطني للبقاء في المنازل وتفقد الطوابق السفلة وقد اعلنت السكك الحديدية النمساوية عن اغلاق بعض الطرق بشكل احترازي خفض البنك الوطني النمساوي توقعاته لنمو الاقتصاد بشكل حاد حيث توقعات احداث تقديراته لشهر سبتمبر تراجعا بنسبة 0.7% في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2024 بعد ان كانت التوقعات تشير الى النمو بنسبة 0.3% في البداية كما تم تعديل توقعات عام 2025 من 1.8% الى 1% ويعز هذا التعديل الى اداء اقتصادي ضعيف في النصف الاول من العام وتراجع في الربع الثاني بالاضافة الى ضعف توقعات النمو للنصف الثاني من العام ويشير الخبراء الى ان الركود في القطاع الصناعي وتراجع استهلاك الاسر هما السبب الرئيس للتدهر الاقتصادي حيث تأثرت الصناعة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد العالمي صرح جابريل فيلبامير رئيس معد البحوث الاقتصادية بان اقتصاد النمسا يمر باطول فترة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث دخل الان في الربع الثامن من التراجع المتواصل واعرب فيلبامير عن قلقه الكبير بشأن سوق العمل مشيرا ان لا ان حجم العمل انخفض بنسبة ثلاثة بالمئة منذ عام الفين وتسعة عشر رغم زيادة السكان بنسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمئة مما يعرض رفاهية البلاد للخطر واكد فيلبامير على اهمية تعزيز العمالة بدوام كامل واصفا المكافأة الضربية عليها بانها فكرة جيدة كما ابدى تشاؤمه ازاء ضعف استهلاك المواطنين نتيجة الادخار بدوافع الخوف اقرت لجنة الميزانية في البرلمان النمساوي باصوات حزب الشعب وحزب الخضر حزمة زيادات في المعاشات والمساعدات الاجتماعية لعام الفين خمسة وعشرين حيث ستشهد زيادة بنسبة اربعة فاصل ستة بالمئة بما يتماشى مع معدل التعديل القانوني وتتطلب الحزمة اغلبية الثلثين في البرلمان بسبب وجود سقف للمعاشات العالية كما تضمنت الحزمة إلغاء التدرج الضريب البارد وتعديلات على قانون الخطبة المدنية وسترتفع المعاشات التي تتجاوز الحد الأقصى الشهري لقانون الضمان الاجتماعي بمبلغ ثابت قدره مائتين تسعة وسبعين يورو وتشمل الزيادة أيضا المساعدات العائلية والاجتماعية مثل إعانات الأسرة ومعاشات الرعاية أكد حزب الشعب النمساوي على تجديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية حيث أعلنت وزيرة شؤون أوروبا والدستور كارولينا إيديش تادلر أن الحزب يركز على هذا التوجه في برنامجه للانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع والعشرين من سبتمبر وذكرت إيديش تادلر أن الديمقراطية تواجه ضغوطا عالميا ويجب حمايتها مشددة على أهمية سيادة القانون والمواطنة ومكافحة معادات السامية وأوضحت أن الجنسية ليست حقا فقط بل تشمل الالتزامات وأن الاندماج الكامل والاعتراب بالقيم الأوروبية هما من الشروط الأساسية داعية لوضع معايير صارمة لمنع أي تجاوزات أسفرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين كارني هاما رئيس حزب الشعب وأندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي عن تباين واضح في السياسات والرؤى وركزت المناظرة على موضوعات رئيسة مثل الضرائب والمساعدات الاجتماعية ومراقبة الرسائل الإلكترونية حيث أكد نيهاما رفضه لزيادة الضرائب على الثروات وركز على تحفيز الاستثمار بينما شدد بابلر على ضرورة فرض ضرائب على الثروات لحماية الفئات الأقل دخلاً كما كانت هناك اختلافات حول سياسة الإسكان حيث دعا نيهاما لتعزيز الملكية الخاصة بينما أشاد بابلر بسياسات الإسكان في فينة فيما اتفق الطرفان على الحاجة لتعديل آلية المساعدات الاجتماعية أظهرت المناظرة التلفزيونية بين فيرنا كوغلر رئيس حزب الخضر وبياتا مينل رايزينجر رئيس حزب نيوز توافقاً نسبياً حول قضايا بيئية وإصلاحية مع بروز اختلافات حول تعيين المناصب وحماية الأراضي وأثنت رايزينجر على تذكرة المناخ وقانون حرية المعلومات وانتقدت الحكومة لفشلها في الإصلاحات الهيكلية ودعت إلى ائتلاف إصلاحي حقيقي بعيداً عن تحالف حزب الشعب وحزب الحرية وتبينة الأراء حول حماية الأراضي حيث دعا كوغلر ضغط عام على البلديات بينما دعت رايزينجر للتعاون معها وبشأن الأمن أعرب كوغلر عن معارضته لمراقبة بيانات الهواتف بينما دعت رايزينجر إلى حظر تطبيق تيك توك كانت هذه نشطنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر